وأبضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن شوفوا إخواننا نحن كنا تفأنا أن نقرأ بكتاب غير هذا الكتاب أم جاء أخ بعضت لكم صورته تم تكريمه من الرحمة العالمية هو بيشتغل عندهم في عمان فأنجزنا على روحي والدة كتاب في الفقه الشافعي مشجر هو مشجر لكن سواء نياع البوار بوينت الله يزيل خير فأنا حابعت لكم هات ابني أو اليوم ببعث لكم البيدي ايف يعني بتتابعوني على الشرائح يعني اللي بعيدة مثلا مو شايفة بتفتح على جوالها نفس الصفحة بتتابعنا على الشريحة طبعا هو الدرس هياخد معنا شريحة واحدة لأنه مضغوط بشكل جيد نحن لا عطيني الصفحة اللي بعدها ابني هاي ابننا نراها الدرس القادم الصفحة اللي بعدها نفس الطهارة اللي بدأناها طيب إذا نحن هلأ بين إيدينا الأنواع الماء بالنسبة للتطهير أول شي قال قسمنا هنا من حيث التشجير أول شي فوق كتاب الطهارة قسم الماء إلى ماء مطلق وإلى ماء غير مطلق طيب حنسأل ما هو الماء المطلق ما هو الماء موجود الجواب إذا بكم انتبهنا ما هو الماء المطلق كم نوع ابني نحن والله مقاعدين بقهوة الطالب يرفع أيده أو الطالب يبدأ ترفع أيده تفضل وسيم طاهر غير مكروه وطاهر مطهر مكروه طيب أنا أنا عم بسألك هذا أقسامه أنا أسألك الآن ما هو تعريف الماء المطلق هذا الماء شو ما هو هذا الماء ما هو ماء مطلق الماء اللي بتفتحه من الحنفية ماء مطلق ماء البحر ماء مطلق ما ذكرنا لكلها مياه سبعة وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر كذاك من عين وسلج وبرد هذه الأنواع السبعة تختصر بكلمتين ما نزل من السماء وما نبع من الأرض كلها ماء مطلق واضح طيب هذا الماء المطلق قال قسمان طاهر مطهر يعني غير مكروه وطاهر مطهر مكروه طيب قال الماء الطاهر المطهر غير المكروه أرى لي إياها يا محمد أرى من هنا هو الماء الباقي على وفر خلقته خلقته التي خلقه الله عليها ولم يختلق ولم يختلق بطاهر ولا نبس ولم يختلط بطاهر ولا نجس بطاهر ولا نجس جيد الماء اللي الله عز وجل خلقه ماء البحر هكذا خلقه الله عز وجل شو بنقول عنه مطلق ماء النهر مطلق طيب أنا أخذت شيء من ماء البحر أو شيء من ماء النهر إلى بيتي وهناك أصابته نجاسة هل يبقى ماء مطلقان لا صار ماء متنجسة لذلك قال ولم يختلط بطاهر ولا نجس ما المقصود يختلط ما المقصود يختلط بطاهر يعني طاهر يغير أوصافة يعني الآن هاي الزهورات هاي الزهورات أصلها ماء مطلق عندما وضعت الحجة الزهورات تغير اللون لكن الزهورات طاهرة والماء طاهر فهذا اسمه ماء طاهر غير مطاهر تغير اللون وتغير الطعم طعم هذا غير طعام هذا وعندما وضع السكر تغير أيضا الطعم بشكل آخر انتبعنا وأحيانا تتغير رائحة الأهوة هو ماء مطلق وضعنا الكافي صار هناك رائحة فإذا تغير عند الشافعية أحد أوصافه السلاسة بعد أن اختلط بطاهر صار طاهر غير مطاهر سنأتي عليه الآن القسم الآخر يلي ماء غير مطلق يقسم إلى طاهر غير مطاهر أو ماء متنجس طيب أقسامه اقرأ ابني ما يحرم استعماله ما يحرم استعماله ما يحرم استعماله مثل ما ليس مباحا مثل الأربار أو الأمغار خليك خليك ما يحرم استعماله ما يحرم رجل نزيه رجل نزيه جدا لما رجل نزيه الحرام الحرام حرام عند الله انتبهنا فالوضوء بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة حرام يعني نفس البيت هذا لو واحد انتقد وضوءه بده يتوضى والدولة السورية مغتص بهذا الأرض وعطته لهذا الوزير هل يجوز الوضوء يحرم فيحرم استعماله لماذا لأنه ماء مغصوب واضح هذا الكلام وضحة المسألة فهو ماء مطلق لكن في سبب آخر جعله محرمان ليس مخالطة شيء من الطاهرات وإنما أمر خارجي عند الشافعية عند المالكية عند الحنفية الوضوء بماء مغصوب حرام لكن الصلاة صحيح الوضوء صحيح والصلاة في أرض مغصوبة حرام لكن الصلاة صحيحة أما عند الحنبلية لا الموضوع غير هيك أشد بيعتبر هذا يؤثر حتى على الفعل نفسه واضح؟ خلصنا من هين ما نعقد ما صح يعني انتبهنا مو بس حرام هو حرام ولا يصح انتبهنا طيب يلا ابني ما يباحي استعماله مثل الأنهار الغيون البحر هذا اللي ذكرت لكم ما نزل من الأرض ما نبع من الأرض وما نزل من السماء ما النهر ما البئر ما البحر ما البرد ما السلج ما المطر انتبهنا طيب هذا كله يدخل فيه أنواع الماء المطلق اللي هو طاهر مطاهر وهو الماء الباقي على وصف الخلق التي خلقه الله عليها ولم يختلت بطاهرين ولا نجس طيب من حيث الحكم الماء المطلق ماذا يفعل يرفع الحدث جيد يرفع الحدث يعني أنا بدي أتوضى الآن أريد أن أتوضى أرفع الحدث الأصغر وإنسان يريد أن يغدسل من الجنابة أو امرأة تريد أن تغدسل من الحيث ترفع الحدث الأكبر واضح هذا الكلام إذن يرفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر أيضا يزيل النجس يعني هناك صبي بال على الأرض فتجي الأن بدي تطهر الأرض فتطهره بماء مطلق لكن ما اختلط بغيره من الطاهرات لا يرفع الحدث كما سيدي تبعنا طيب خلصنا من هذا طاهر مطهر مكروه مكروه لا بدي واحد تاني يقرأ تعا مصطفى لهون وقرأ لي بسعلي صوتك تعريفه تعريفه هو الماء المشمس الذي سخنته الشمس ويشترط لكراهيته أربعة شروط أن يكون ببلاد حارة أن يكون استعماله في البدن دون الثوب والأرض أن يكون موضوعا بأوان منطبعة غير الزهب والفضة كالحديد ونحوه أن يكون هناك غيره من الماء المطلق حكمه لا بكفي تكلمنا أيضا نحن عن الماء المشمس والآن نعيدهم الماء المشمس يشترط فيه حتى يكون مكروها أربعة شروط ما هي مين هيك بذكر ليهون هلأ أراهون فعوي ذيكو هلأ حكاهم طيب أن يكون في بلاد حارة بلد مثل تركيا في شيء اسمه ماء مشمس هذه بلد بارد واضح هذا واحد اثنين أن يكون في إناء منطبع إناء منطبع يعني يتأثر بالسخونة وانتبهنا يعني مثل النحاس مثل الحديد كل هذا إناء منطبع هلأ بتلاحظوا أو بتلاحظوا أنتوا أمكم لما كونوا عم تطبخ أول شيء بتحط الماء وتحطها على النار فبتلاقي بيطلع طبقة بيضة بسمية زهومة نحن بالفقه هذه الطبقة البيضاء هي التي تؤثر في البدن طيب هاي اثنين ثلاثة أن يستعمل في البدن يعني الكراها مو إذا نحن والله شطفنا الأرض أو غسلنا فيه التياب أصلا التياب بديه تسخين يعني بديه ماء ساخن من أجل لا الكراها إذا استعملناه في البدن وأيضا إذا برد لا يكره يعني الكراها فيما لو استعمل حارا واضح طيب هذا عند الشافعية هذا هو الحكم والحكم الإمام الشافعي قال لا أكره إلا من جهة الطب يعني الأطباء في زمن الإمام الشافعي قالوا يورث البرص الإمام النووي الله يرضى عنه ذكر بأنه هذا الكلام ضعيف من جهة الدليل يعني ما أخذ به الإمام أنه يضعف هذا الحكم يعني بس أنا من باب الفائدة يعني عم بعطيك ونادى الكلام واضح طيب حكمه الآن نحن قلنا الماء المطلق الماء الطاهر المطهر يرفع الحدس ويزيل النجاس طيب الماء المشمس يرفع الحدس ويزيل النجاس طبعا مطلق يرفع الحدس ويزيل عادي مهين لأنه هو ماء مطلق نحن شو لنا ماء مطلق قسمناه إلى قسمين طاهر مطهر وطاهر غير مطهر واضحة مهين طيب شايف وتزول الكراهة إلى برد إذا برد واختار النووي وعدم الكراهة لعدم قوة الدليل طيب ننتقل الآن إلى الماء غير مطلق لكم قسم يقسام الماء المطلق قسمناه إلى قسمين طاهر مطهر وطاهر غير طاهر مطهر وطاهر مطهر مكرو يعني طاهر مطهر غير مكرو وطاهر مطهر مكرو الآن الماء غير المطلق يعني المطلق هدول غير المطلق أيضا قسمناه إلى قسمين من يذكرهما لي متجنس أخذ جنسية يعني عود هناك عود هناك طاهر غير مطهر لاحظوا الماء المطلق طاهر مطهر غير مكروه وطاهر مطهر المطلق دائما مطهر يرفع ما معم المطهر يرفع الحدث ويزيل النجس الماء غير المطلق قسمان إما طاهر غير مطهر أو ماء متنجس الطاهر غير مطهر بتلهد كيفينه الشاي العصير أصله ماء وخلطناه بعصير ليمون بعصير برتقال انتبهنا لكن هو ماذا قال قال هو نوعان الطاهر غير المطاهر هو نوعان القسم الأول الذي تغير بطاهر يعني تغير بما خالطه من الطاهرات والقسم الآخر الذي رفع الحدث خلينا بالأولانية اقرأ ابني هو الماء القليل المستعمل في قلب البهارة كالغسر شوي شوي وهو طاهر غير مطهر الآن وهو قسمان خلينا بالتاني ابني هو الماء المطلق لا لا هو الماء المطلق أيوة هو الماء المطلق الذي خالطه شيء مطهر كالشان هو ماء مطلق أصله ماء مطلق هذا حطينا له ظرف شاي شو بيصير للون طعم والطعم وأحيانا الريحة مهي طيب نعم كمل كالشاي الذي يستغني عنه الماء عادة كالشاي الذي هو حاطة الذي يستغني عنه الماء عادة ليش قال يستغني لأنه في طاهرات لا يستغني عنها الماء مين بيذكر لي بتقول إيش هي ستأتي لازم يذكرها في يعني قال لاحظوا ما في كلمة بالفقه إلا إلى هدف وهو الماء المطلق الذي خالطه شيء طاهر كالشاي الذي يستغني عنه الماء عادة يعني أنا الماء بيستغني عن الشاي بيستغني عن القهوة فأنا حطيته أنا يعني أنا ضفت علو فصار طاهر غير مطاهر لما خالطه من الطاهرات واضح طيب بسأل عبارة الذي يستغني عنه الماء عادة لماذا ذكر هذه العبارة يعني هناك أشياء لا يستغني عنها الماء ويبقى طاهرا جيد التي تكون في مقره أو ممره يعني الآن الماء الكبريتي الماء الكبريتي بيأثر شيء مو الريحة بتغيره آه يا لطيف أنا يعني حكيت لكم مرة يمكن رحت على الحمة الأردنية فيها قصة هي قسم المألة يا لطيف ريحة 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 كبريتية معبي الدنيا طيب يعني طبعا لا يشرب هذا الماء بيأتيلي يعني لكن يستفادوا منه بمعالجة الروماتيزم وغيرها طيب هلأ هون تغير بما خالطه من الطاهرات فهل يصبح طاهر غير مطاهر لا ليه لأنه لا يستغني عنه يعني يعني بدي أفصل الممر نهر ماشي ومن وأرض بركانية انتباهنا أرض أصلا بركاني فبيتأثر بالمواد فبتحلل فيه هذه المواد بقدر أن أفصل هاي عنها وبتلم منه إذا أيام الخريف والنهر يعني وراء الأشجار أثر على الماء إذا النهر يعني مو ضهر كبير مثل دجلة أو مثل الفرات ده نهر صغير فهالأوراق هاي نزلت 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 كلياتها فغيرت لون الماء أو كذا طيب هاي بنقول عنه صار طاهر غير مطاهر لا لأنه لا يمكن فصل الخريف عن الماء لا المقر ولا الممر عم تهر أوراق الخريف على طول وهكذا كل شيء في مقر الماء البحر ملح بقول والله هذا ليس ماء مطلقان لا لماذا لأنه هذا في مقره لا يستطيع لا أستطيع أن أفصل الماء عن الملح فلذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال هو الطهور ماءه طهور يعني طاهر مطاهر يعني ماء مطلق عم تركزو عم تولفو معي يعني ماء مطلق واضح هذا الكلام طيب ابني بنرجع للنوع الأول إذن الماء غير المطلق طاهر غير مطهر وماء متنجس طاهر غير مطهر قسمان القسم الأول ذكرت لكم ياه هو الذي خلطه شيء من الطاهرات مما يستغنى عنه كالشاي والقسم الآخر أرأنا ياها هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة الغسل والنمو والذليل طهارته وعدم طهوره ها هلا هذا الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة يعني أنت هلا بنتي بدك تتوضي فرضه نحن لا سمح الله بحصار أو أنت ابني بدك تتوضى فرضه نحن الآن بحصار بحاجة للماء والماء قليل مو لما تحاصرت حلاب صارت الناس ختائرة سبعين سنة يحمل على كتاف والتنكة الماء ويطالع على الطابق الرابع موهين ففي ظروف تمر بالإنسان الآن نحن عندنا ماء كثير ما بنحكي به هالكلام اللي عم بيحكيه هلا لكن إذا كان الإنسان في عنده ظرف فبيتوضى وبيجمع الميات إذا عنده ظرف إذا خايفين أنه نقطع نتوضى بهذا الماء شو بنعمل بنجمع الميات هذا الماء اللي نحن جمعناه أنا توضيت وأنا ستوضى ومصطفى كل واحد توضى على تشط على هيكي على طنجرة الدام وطنجرة توضى ما خلاهم يضيعوا الميات نزلوا هذا الماء اللي أنا الذي توضأت به ورفعت به الحدث الأصغر ما حكمه طاهر جيد طاهر طاهر في نفسه غير مطاهر لأنه رفع الحدث انتبهنا لأنه رفع الحدث الحدث رفع يعني يعني أثناء مروره على العضو كأنه حمل معه الحدث فقال الشافعية هذا صار طاهرا كأنه خالط يعني لكنه آخر رفع فصار طاهرا غير مطاهر شافعية قالوا إذا جمعنا هذا الماء أنا توضيته اليوم خمس أوقات وجمعتهم وأنت خمس أوقات وأنت خمس أوقات وأنت خمس أوقات وجمعنا كل شي عنا ما وحطينا كل شي حطينا برميل كبير أم طلعوا قلتين يعني ماء كثير أقل الكثير ما هو قلتان سيأتي معنا يعني قريبا ستمائة كيلو أقل لا بالكيلو خمسمية حاطينا هني خمسمية وواحدو تسعين فاصل هدا خمسمية رطل لا لا بالكيلو خمسمية وواحدو تسعين كيلو طيب جينا فطلع من مجموع الأخوة الموجودين طلع فعلا قلتين يعني عبا إدعشار تنكين تبعنا عبا هذا فشو منقول صار طاهرا ولم يتغير فيه شيء من أوصافه صار طاهرا مطاهرا رجعنا للحالة الأولى بس الحالة هيها شايفين الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة إذا جمعنا فبلغ قلتين أما إذا بلغ له تنكي شو هي التنكي طاهر غير مطاهر يبقى طاهرا غير واضح بس يخلص الوقت خبرونا الله يرضى عليكم طيب النوع الرابع قرأنا يا محمد ماء متنكي تعريفه هو الماء اللي وقعت فيه النجاسة وهو ياريت ما نحكي ما كان دون كلتين ينتس بمجرد ملقاته بالنجاسة من ما كان أكثر من كلتان لا ينبس من كلتين لا ينبس إلا إذا تغير أحد أوصاب أم عمار عود محل مصطفى وتعى مصطفى لهم تعى مصطفى لهم عمار عود طيب الآن نحن قلنا الماء شايفين الماء إذا خلطوا شيء من الطاهرات صار طاهر غير أو إذا رفعنا الحدث طيب الماء نفسه الآن ما خلطه طاهر خلطه نجس ماذا يصبح متنجس النجس اللي في أصله نجس نجس الشيء النجس مثل البول أما متنجس خلطه هذا الماء خلطه خلطته نجاسة لذلك قال لك وهو دون القلتين يعني ليش دون القلتين نحن عندنا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة معي أنتو أبنائي الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة يعني لو واحد كان بمسبح وبوّل انتبهنا بيتنجس المسبح ها في ناس عندهم حالة ارتخاء بس يسبح بس يسبح خاصة صغار يعني ليش أضحك هل يتنجس لا يتنجس ليش لأنه المسبح كثير طيب ما هو أقل الكثير أو البحر أو النار واحد عم يسبح بنهر الفرات هل يتنجس لا يتنجس طيب ما هو أقل الكثير أن يبلغ الماء قلتين القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي الخمسمائة رطل بالكيلوغرام خمسمائة ووحدو وتسعين فاصلة ما نو خمسين يعني 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 خمسمائة ووحدو وتسعين ونص وشحطة انتباهنا لا هي هي الكلة الآن إذا بدنا نحسبها بالطول والعرض يعني أنا عندي مثلا حوص صغير قال بدي يكون زراع وربع أظن مهي طولا وعرضا يعني هذا الزراع شايفينه 45 سنتي لا أطول شوي وربع طولا وعرضا وارتفاعا هذا أقل القلتين يعني خلينا نحن يعني أنا حسبكم ياها بالتنكات القلتين تقريبا 11 تنكة انتبهنا يعني قد البرميل شون البرميل الآن إذا كان معبا برميل المي يلي كان عنا بالشام يلي هيك ايه اللونه ازرق ايه هذا شايفينه هذا هذا أقل الكثير هذا أقل الكثير ومن باب أولى الحاوص احنا بنقول له حاوص هي كلمة تركية هاوز انتبهنا بنقول له حاوص يعني بيساوي بقلب المزارع يعني بيعمل بركة يعني أما هي باللغة العربية بركة أو المسبح الكبير ومن باب أولى البحر وقبل منه النهر كل هذا ماء كثير لكن نحن كنا نتكلم قبل قليل عن أقل الماء الكثير واضح هذا الكلام فأقل الماء الكثير إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة هل يتنجاس لا ماء كثير أكثر من قل قل لتان فأكثر إلا إن غير أحد أوصف قالوا إذا تغير مثلا الريح طلعت بيحت النجاسة يعني مو واحد بوال رايح واحد جاي واحد رايح واحد على كم يوم شو بيصير وانتبعنا لذلك بيحطوا هن بيحطوا كلور بيحطوا كذا مشان يعبوا كمان هاي مشكلة مشان يستروا عليه مشان ما يخسروا كل كم يوم بدلوا الماء أحيانا طول السيفية ما بيبدلوها كل هاتا فكمان هاي نقطة بدنا ننتبه فكل ما واحد عما يجي مثلا عنا ميت واحد في عشرة بولوا ما ظهر شي تاني يوم تالت يوم مع الأيام صارت تظهر الرائحة فمنقول غلبت النجاسة على الماء فنجسته ظهور علامة من علامات واضح يا محمود ظهور علامة من العلامات دليل على النجاسة إذا كان الماء كثيرا تبعنا يعني جيفة مثلا فروض مسبحة كبيرة بس وقعت فيه جيفة يعني مثلا قطة ميتة كذا يعني اسمه جيفة فبدأت تظهر تتفسخ وتظهر الرائحة نحن ما نمنتبهين للجيفة فشو منقول غلبت النجاسة على الماء الكثير فنجسته أما بالأصل الماء الكثير إن لم يتغير وصفه من أوصافه فهو طاهر واضح هذا الكلام فهو طاهر طيب أديش بقيان للحصة تنتهي طيب جيد من لح اللهم صلى سيدنا محمد طيب ما حكم الماء المتنجس هل نرفع به الحدث نتوضى لا هل نزيل به النجاس طيب هو هو بده إذا لي فحكم الماء الطاهر غير المطاهر سواء كان طاهر الطاهر غير المطاهر هو طاهر لكن لا يرفعوا حدثا لو يزيلوا نجاسا أما الماء المتنجس يجب تطهيره الماء المتنجس هو الماء الذي وقع فيه نجاسة وهو قسمان كما ذكرنا إذا كان دون قلتين يعني مثلا طنجرة طنجرة أو شغلة صغيرة مجرد يعني النينة مجرد ما وقعت النجاسة صار نجسا حتى لو ما ظهر أي وصف من الأوصاف لأنه ليش لأنه دون القلتين إذا كان أكثر من القلتين يعني ميزها مدائما الماء إذا وقعت فيه نجاسة ننظر أنه تغير وصفه من أوصافه إذا كان إذا كان دون قلتين فيتنجس فورا يعني الطفل بول أم طرش انتبهنا يعني مو طرش الرشاش الذي لا يدركه الطرف لا طرش طرش يعني يعني وقعت النجاسة فيه انتبهنا شو نقول تنجس ولو يتغير وصفه من أوصاف إذا كان دون قلتين إذا كان أكثر من قلتين نقول لا حتى يتغير وصفه من أوصافه إذا كان كثيرا وتغير وصفه من أوصافه هذا يعني أن النجاسة قد غلبت عليه الماء المتنجس يحرم استعماله ولا يرفع حدثا يعني لا نتوضى به ولا يزيل يعني هذان القسمان الماء غير المطلق الطاهر غير المطاهر لا يرفع حدثا انتبهنا وأيضا المتنجس لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا طيب الطاهر غير المطاهر في رفع الحدث وإزالة النجس لا نستعمل الطاهر غير المطاهر لكن لو بدنا نستعمله بطبخ بجوز يعني لنفرض نحن محاصرين وبحاجة للماء ورحنا شطفنا الأرض عملنا نظفها بجوز جمعنا انت الوضوءك وضوءي وكذا بجوز زملة بجوز لو حطينا بطنجرة ووصلنا لدرجة الغليان عقبنا وبعدين طبخنا فيه بجوز بجوز أما من ناحية التطهير الشرعي اللي هو رفع الحدس أو إزالة النجاس الطاهر غير المطاهر الماء غير المطلق يعني طاهر غير مطاهر أو ماء متنجس لا يرفعه حدسا ولا يزيله نجس طبعا باب أولى المتنجس لأنه تجيب إزالته الآن بماء يعني هو متنجس نريقه نهريقه وبعد ذلك ننظف الإناء بماء مطلق وآخر دعوانا أن الحمد لله ربي العالمي